اوه انا متصور انا متصور احنا الى مقر سديم وصلت نعم لقد وصلت تروني ضمن 20 او 20 الف ضمن 18 الف مشترك لأكون من 20 رح يتنافسوا في صناعة المحتوى في مقر سديم رحلتي الى سديم كان بعد اسبوعين في ايسلندا 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 دوحا دوحا قبل ان نبدأ الفيديو دعوني انام لاني تعبان اليوم هو اليوم المنتظر كل ما يتتعب لكن نمت ساعة زمان طير ربع ساعة لطيارتي موسيقى 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 اوكي دائما منتلعب الدرجة مش بالاسنسير لانه مكون فاضي لازم اوصل البوابة في قطار بوصلنا للبوابة دي اوكي موسيقى اوكي وصل القطار من البوابة ان شاء الله ما تروح الطيارة شو هاد انا حاس حالي ببلد مش في المطار وصلت البوابة بالوقت يلا توصلي بالسلامة موسيقى 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 طيارة هيا عم تهبط اوكي هين فوق المطار هلأ 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 بتعرف أكتر شي محمس لهون بعد سنة ونص في أوروبا بتعرف شو بدي أعمل بدي أكل افرد وصلت المطار وما لقيت حدا يوصلك واصلات غالية توفر كيف ممكن تعمل تروع على واحد واضح معه سيارة وعنده وسع بالسيارة تطلب منه ان يوصلك بطريقه بالعادة ما احده بيحكي لا اللي سمحت اذا رايحين من على بيروت ممكن تحضوني بطريقكم ايه على طريقي اهلا وسهلا فيك اهلين طب شفرا خضلوا 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 هاي كانت تمثلية اللي جفتوها بس انا فعليا عملتها بكتير بلاد وانصحكم تجربوها لانه دايما تزبط والناس دايما فيهم الخير زي اي مكان في الدنيا بيروت وين بي انزل في هاستل بردو عملت شكان وخلصت هون واخدت اتخذ هاي الخرفة في واحد نايم فيها ستة خوث والليلة هون تقريبا بعشرين يورو بس عادي هاستل زي وزي غيره صباح الخير هلا اصحيت لساتني في الهوستل اليوم رح اروع الفندق اللي رح اكون فيه مع مشتركين سديم ماناقيش زعتر اكرا فيه كتير ناس بفكروا انه الولاد العربية ما فيها هاستلز سوف فعليا فيه لأطلع هلا عشان اروع على سديم يلا مع السلامة الى اللقاء اخت الكريمة السلام عليكم باي باي اوكي وصلنا بدأت مغامرة سديم شوف هلأ شو رح يصير معنا وصلت الفندق وتعرفت على المتسابقين في سديم واحد وعشرين صانع محتوى من 13 بلد عربي كل شخص عنده موهبته المختلفة لكن يجمعنا هدف واحد وهو التأثير الإيجابي او لا لا هدفين مليون ريال هذا الفيديو هو التحدي الأول باسم رحلتي الى سديم في النهاية بحب احكي شكرا اسيا شكرا يوسف شكرا كريم على اعطاء الفرصة كريم قاسم موفق السيدة الجميلة اسيا فضيح فضيح ما شاء الله مبدع فائد موفق موفق فضيح موفق موفق فضيح موفق خاسم حتو ضبروك عليك شكرا لجميع المتابعين اللي دعموني ودائما خلوني متحمس موفق 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 غير موفق سكايف نحن موفق ابعت للناس ضبطوني يعني باي